مع انطلاق جلسات الحوار الليبي الذي تستضيفه تونس كشفت وسائل الإعلام الليبية عن أن مسودة الحوار السياسي تدعو لإنهاء المرحلة التمهيدية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية وفي حال لم يتم الاتفاق على المصار الدستوري خلال طبعا سبعة أشهر كما هو مدرج يتم تقديم صيغة ملائمة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات مع التزام المؤسسات المعنية بالتنسيق والتشاور لإنجاز ذلك خلال شهرين مع بدء المرحلة التمهيدية في هذا الأمر خلال الجلسة الأولى التي وصفها المشاركون بالإيجابية والمثمرة تم مناقشة ما سمي بوثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل هو ده العنوان والتي تضمنت ما يلي أولا أن يتمتع جميع الليبيين بكامل حقوق ومسؤوليات المواطنة وحق العيش الكريم والأمان والاستقرار والعدالة أيضا على أي سلطة منتخبة أن تعمل لتحقيق الحقوق وإحقاق المسواة أمام القانون أيضا الحفاظ على سيادة الدولة ومدنيتها ووحدة وسلامة أراضيها كافة الأطراف تتعهد بالامتناع عن رهن القرار الوطني لأي قوة أجنبية والامتناع عن الاستقواء بالخارج هذه نقطة شديدة الأهمية أيضا تحقيق مصالحة وطنية شاملة تستلهم قيم الدين الإسلامي والأعراف والتقاليد الاجتماعية في العفو وفي التسامح أيضا لأن البند هذا ينبني عليه فكرة التصالح بشكل كمير بين الأطراف ثالثا لاحتكام للوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي رفض النجوء للقوة وقبول مبدأ التداول السلمي للسلطة نقطة أيضا شديدة الأهمية الحد من المركزية وتعزيز الحكم المحلي والإنصاف لكل المناطق والفئات المجتمعية المساواة يعني توحيد المؤسسات السيادية والمدنية والعسكرية وحمايتها من الانقسام ومن كل أشكال التوظيف السياسي والميليشياوي أيضا التأكيد على أن كافة المؤسسات بتخضع للسلطة المدنية والنقطة القادمة هي النقطة الأهم والأبرز حصر السلاح بيد الدولة من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية وليس حصر الدولة في يد المؤسسات كما حدث في العراق مثلا الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ملك للشعب الليبي وتستثمر لمصلحته وفق مبادئ العدالة والشفافية وأيضا مكافحة الفساد شيء الآخر ضمان وصول حقوق مكونات الشعب الليبي سواسية في إطار دولة الموطنة والهوية الوطنية الجامعة وأخيرا تأكيد مكانة المرأة تعزيز حقوقها والتأكيد على مكاسبها وتفعيل درها في صنع القرار والمشاركة السياسية مبادئ رائعة كلام رائع وجميل لكن يبقى السؤال كيف يمكن أن ينزل هذا الكلام الرائع إلى أرض الواقع هذا هو التحدي ترجمة نانسي قنقر